فتاك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الوراء أتينا أتينا بعزم مضينا لنصرنا بينا بعشق جارا فتاك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الوراء أتينا أتينا بعزم مضينا لنصرنا بينا بعشق جارا سهلا ومرحبا وبرنامج جديد في هذه القناة المباركة وهو برنامج الكاشف بعد سلسلة حلقات من برنامج ذل التاريخ اللي عملناها في نفس القناة وبرنامج قرن الشيطان اللي كان على نفس القناة قناة رسل أشرف غريب استمرنا معاكم في برنامج جديد وهو برنامج الكاشف في برنامج كشف الشبهات والرد عليها لكن بشكل مختلف وليس كما اعتدنا نحن في رؤية الذين يردون على شبهات الشيعة الاثنين عشرية عندنا شبهات إذا كانت تاريخية أو عقادية لكن هنتكلم عليها بالتفصيل وبشكل آخر وبشكل مختلف ونبين تناقض هذه العقيدة التي ليست من عند الله عز وجل فخليكم معنا وتابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وحضراتكم وأولى حلقات برنامج الكاشف على قناة أشرف غريب كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ونبدأ هذه الحلقات بإذن الله تعالى بكيفية قراءة التاريخ والأحداث التاريخية وأيهما مكذوب وأيهما حقيقي وكيف نعرف القصص الحقيقية من القصص المبطولة أو الباطلة التي وقعت على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب التاريخ منها الصحيح ومنها المزور ومنها ما هو فيه روايات صحيحة وفيها روايات باطلة ولزاما علينا بما أننا اخترنا هذا الطريق دعوة إلى الله عز وجل أن يكون الطريق صحيح وأشهد الله سبحانه وتعالى يشهد علينا أننا لا نقدم إلا الصحيح وهتشوف عزيز المشاهد كما عاهدنا وكما عودناك في البرامج السابقة من برنامج ظل التاريخ أو برنامج قرن الشيطان كلامنا كله سيكون بالوثائق وبالأدلة من كتب الفريقين السنة والشيعة دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين عز الله سبحانه وتعالى بهم الدين ومحدش يفتكر أو حد يظن أن احنا بدفاعنا عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن احنا بنعتقد فيهم العصمة زي الفرق الضلة اللي اعتقدت العصمة لبعض أصحاب النبي بل وقعلتهم آلهة مش بس معصومين طبعا مش هيقولوا عنهم أنهم آلهة أو أنهم يعبدوهم من دون الله عز وجل لكنهم وهذا هو الحال الواقع فنحن أهل السنة والجماعة لا نقول بعصمتي إلا بعصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرط أو عصمة النبي تكون في التبليغ عصمة النبي فيما أوحاه إلينا من الله عز وجل أو فيما أوحاه الله عز وجل إلينا عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فعصمه الله عز وجل في ذلك حتى يصل إلينا الدين صحيح وحتى يصل إلينا القرآن الكريم صحيح ولا أحد يظن من متابعين الكرام خصوصا من أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت تقرأ أو طلعت على بعض الشبهات من الشيعة الرافضة التي وقعت أو قالوا عنها عن أصحاب النبي محمد أنهم كانوا خطائين أو كانوا على غير الجادة نعم عزيز المشاهد لا ندعي لهم العصمة إن كان وقع منهم بعض الأخطاء أو كان يقع منهم بعض الأمور هم بشر عاديين جدا لكن ما فعلوه في حق الإسلام ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي نصرة هذا الدين يستوجب أن نقف وقفة رجل واحد دفاعا عن هؤلاء الجبال الشوامخ الذين نقلوا إلينا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والسنة النبوية فما كانت أخطاؤهم إلا كحبات الرمال في وسط جبل أشم وليس بردنا عنهم أو بردنا عن هذا الدين أن الدين يحتاج إلى من يدافع عنها أو أن الدين ضعيف أو أن الدين كذا وكذا بل بالعكس نحن نتشرف ونشرف أنفسنا بالكلام في هذه القضية ولأن القضية مهمة والقضية تاريخية في المقام الأول ولأن الشيعة خاصة الاثنى عشرية جعلوا من التاريخ دين وجب لنا أن نبين ونفصل ونرد أولا عن طريق التاريخ بعض الشبهات المثارة ونقرأ التاريخ جيدا ولأن التاريخ هو عمود الأمة وهو الذي يحدد لنا الحاضر ويفهمنا الحاضر والمستقبل فلابد لنا أن نعرف تاريخنا جيدا حتى نستمد منه القوة لنبني به حاضرنا ونعرف مستقبلنا وطبعا ما فيش أمة زي أمة الإسلام التي فيها أمجات تاريخية تذكر وتدرس في بلاد الكفر حتى ولو رجعنا إلى التاريخ وبالخصوص التاريخ الصحيح أحبائي المشاهدين هنجد أن أنصع حكبة وأجمل حكبة وأشد حكبة جمالا في التاريخ هي تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم ولا أحد ينكر أن تاريخ الأمة الإسلامية قد اعتراها كثير من الدس والضعف والتحريف والتزييف وكل ده بسبب الفرق اللي ظهرت في الإسلام بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل فرقة أرادت أن تنصر نفسها وتضعف الفرقة الأخرى أو تزيف تاريخ فلقينا مثلا في التاريخ بعض الفرق اللي أحبت بعض الصحابة حبا جمما أخرجتهم من الملة كالفرق التي أحبت علي ابن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه جعلته إلها من دون الله عز وجل وفي الوقت نفسه كانوا بيحطوا من قدر بعض الصحابة الآخرين أصحاب علي ابن أبي طالب وأصهاره وإخوانه كانوا يضعفون من شأنهم ويعلون من شأن علي ابن أبي طالب وحده فقط ووجدنا بعض الكتب قالت عنه علي ابن أبي طالب أنه أفضل من الأنبياء والرسل وأن إمامته من بعده أفضل من الأنبياء والرسل وأنهم معصومين ويعلمون الغيب لكن في الحقيقة هذا علي ابن أبي طالب لو رجعنا إلى علي ابن أبي طالب يا علي هناك أقوام يغالون في حبك ماذا تقول عنهم يقول علي بن أبي طالب لا يحبوني أقوام حتى يدخلون النار في حبي ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغدي ونفس الكلام ما تقول في كتب الشيعة في كتاب الأمال للتوسي وفي كتاب نهج البلاجة ويقول أيضا يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغدي وكل ده ما ظهرش إلا بعد منتصخ في القرن الثالث الهجري والعجيب عزيزي المشاهد إن إحنا لو تفحصنا كتب التاريخ والرواية الصحيحة عمرك ما هتجد أبدا أي رواية تطعم في محبة علي بن أبي طالب وبقية أصحاب النبي الكبار رضي الله عنهم وارضهم بل هتلاقي عكس ذلك وحتى من كتب الشيعة وزي ما إحنا هنمشي وهنطلع وهنوريك المصطور الذين أكفوه كتب الشيعة وهنوريك عزيزي المشاهد وصدقنا الشيعي بعينة بالوثائق وبالأدلة الحب والإيثار والمودة والرحمة بين أصحاب النبي محمد وعلي بن أبي طالب بل والمصاهرة بينهم وعلي بن أبي طالب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كما قال الأمال للطوصي وغيره وتسمية أبناء علي بن أبي طالب بعمر وأبي بكر وأثمان سنمحي مع بعض هذه العداوة إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج برنامج الكاشف إضافة لتلك الصور عزيز المشاهد هي تصوير وهي من الصور المشرفة زواج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي جهزهم والذي شارك في هذا الزواج المبارك الكلفاء الراشدون الثلاثة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يحثون عليا على الزواج من فاطمة ويشاركون في جهازه ونبدأ مع بعض من أول وثيقة من كتب الشيعة الاثنين عشرية في كتاب الأمال للطوصي وفي كتاب بحار الأنوار يقول علي بن أبي طالب أتاني أبي بكر وعمر فقال لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له فاطمة أما عن قصة الزواج وتجهيز البيت بيت علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت النبي محمد تعالى نشوف عزيز المشاهد دور الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان في هذا الأمر ومن كتب الشيعة واخذ الوثيقة التانية معاك من كتاب الأمال للطوصي ومن كتاب كشف الغمة وكتاب بحار الأنوار يقول علي بن أبي طالب عندما ذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم طالبا لفاطمة رضي الله عنها يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ درعك انطلق الآن فبع درعك هذا واتني بثمنه حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكما يقول علي فانطلقت فبعته بأربعمائة درع من سود هجرية من عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول فلما قبضت الضراهم منه وقبضت درع مني قال ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالضراهم مني فقلت بلى قال فإن الدرع هدية مني لك فأخذت الدرع والضراهم وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطرحت الدرع والضراهم بين يدي النبي وأخبرته بما كان من عثمان فدعا له بالخير وحطت تحتها خط عزيز المشاهد النبي يدعي لعثمان بالخير من كتب الشيعة ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الضراهم فدعا بها أبي بكر رضي الله عنه وقال له يا أبا بكر اشتري لابنتي فاطمة ما يصلحهما في بيتهما هذه القصة ليست من تأليف ابن تيمية وليست من تأليف محمد بن عبد الوهاب وليست من شأن أنا مصطفى كامل ولا من شأن قناة أشرف غريب بل من كتاب الشيعة كشف الغمة ومن كتاب بحار الأنوار بالطبع سيخرج علينا بعض الشيعة ويضاعفون هذه الأمور لأنهم لا يتحملون صدق الأخبار ولا يتحملون محبة الصحابة بعضهم لبعض إنما أرادوا فتنتهم وأرادوا أن يكونوا بينهم فتنة وأنهم دائما متباغضين متقاتلين متشاحنين بينهم سب ولعان هذا دين القوم وليس دين النبي وأصحابه الذين هم كانوا من تربية النبي محمد علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم من تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم صديق الشيعي سيضعفون لك هذه الروايات ويقولون لك أن هذه الأخبار باطلة وأن ما كان بين الصحابة كله عداء في عداء في عداء لا تصدقهم لأنهم جميعا تربية رجل واحد تربية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما المكياس الذي جعلك تأخذ الأخبار هذه أخبار العداوة وتترك الأخبار الصحيحة التي هي أخبار المحبة بينهم لماذا فرقت في التاريخ بهذا الأمر ولماذا تقيس بما أنكم تعترفون أن ليس لديكم كتب صحيحة أنا أقولها لك لأن الذي وضع لكم هذا الدين وضعه لكي يهدم الدين الإسلامي عن بكرة أبي أزيدك من الشعر بيتا في نفس الكتاب كشف الغمة وبحار الأنوار قال أنس قال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادعو لي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصار يعني نفس الأعداد دي هتها من الأنصار وتعال قال فانطلقت فدعوتهم فلما أتوا وأخذوا مجالسهم قال إني أشهدكم أني قد زوجت ابنتي فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على أربعمائة مثقال من فضة تعالى عزيز المشاهد إلى صورة أخرى ومشهد آخر من مشاهد الإخاء والمحبة المصاهرة بين أصحاب النبي تزويج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي وثيقة في كتاب فروع الكافي وأيضا في الأمال للطوسي وفي غيرها من كتب الشيعة الاثنى عشرية واستشهدوا بها في فقه المتوفي عنها زوجها يقولوا لما توفى عمر بن الخطاب أتى علي بن أبي طالب أم كلثوم فذهب بها إلى بيته طبعا بعض الشيعة لم يستوعبوا هذه القصة وأرادوا تحريفها لكن كيف وهي صحيحة عند القوم لما فتشوا في الأخبار وجدوا أن هذه القصة صحيحة وهذا الخبر صحيح وهذا التزويج فعلا تم فأرادوا أن يخرجوا من هذا المخرج كيف يخرجون إلى عوامهم الذين أقنعوهم أن هناك بغد وعداء بين علي وبين عمر كيف نقنعهم أن هذا الزواج ليس صحيحا وهو صحيح في كتبهم قالوا نخرج لهم بقصة غريبة وهي أن علي بن أبي طالب أمر جنية من اليمن من نجران أن تتشكل بشكل أم كلثوم ويتزوجها عمر وهنا نسألهم طيب زيد بن عمر بن الخطاب من أمه يا شيعة ابحثوا في كتبكم واسألوا علماءكم من هو والد زيد بن أم كلثوم والبعض الآخر ممن استهجن هذه القصة ورفض أن يقول أنها جنية قال أن هذا فرج غصبناه أراد أن يتهم علي بن أبي طالب أفضل له أن يبين أن هناك محبة بين علي وعمر فقال لا هناك بغد بينهما لذلك عمر اقتصب فرج أم كلثوم هل تردون هذا لعلي بن أبي طالب يا شيعة الحكم لكم تعال إلى كتب الأنساب وكتاب عمدة الطالب وكتاب الأنساب للسمعاني علي بن أبي طالب يسمي أولاده بأسماء الصحابة عمر أبي بكر عثمان وفي كتاب نهج البلاغة الخطب رقم 97 يقول علي بن أبي طالب في هذا الكتاب وهو كتاب منزم للشيعة كتاب شيع 12 يقول علي بن أبي طالب فيه لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أرى أحدا منكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون جباههم وجنوبهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم إذا ذكروا الله هملت أعينهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف ومن أولاد علي بن أبي طالب الذين قتلوا مع الحسين في معركة الطف أبي بكر وعثمان أما عمر من أبناء علي فهو من المعمرين وهذه أيضا في بحار الأنور طيب عزيزي المشاهد كيف نقرأ التاريخ وما هي كتب التاريخ المهمة التي يجب أن نطلع عليها وما هي كتب التاريخ الباطلة التي انتشرت ويجب أن نبتعد عنها أو ما هي الكتب التي يجب أن نقرأها بحضر كيف نقرأ التاريخ عامة ستعرف إن شاء الله تعالى هذا في الحلقات القادمة من برنامج الكاشف تابعونا سلام